نبدأ مع أبرز الأخبار القادمة من عدن حيث تواصلت الاجتباكات في عدن لليوم الرابع على التوالي بين ميليشيا الانتقالي الإماراتي والحرس الرئاسي وأكدت مصادر عسكرية أن ميليشيا الانتقالي الإماراتي تمكنت من سيطرة على لواء ثالث حماية رئاسية وسيطرت على لواء الرابع حماية رئاسية في مندريات سأدار سعد شمال عدن وذلك عقب وصول تعزيزات لميليشيا الانتقالي من محافظات الضالع من نحو خمسين طقما عسكريا إلى جانب مشاركة معسكرات الانتقال في لحج كما سيطرت ميليشيا الانتقالي على معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية وكذا معسكر بدر والذي يضم لواء تسعة وثلاثين مدرع ووزارة الدفاع وشنت ميليشيا الانتقالي هجوما عنيفا على منزل وزير الداخلية أحمد الميسر منذ ساعات الصباح وتمكنت من دخوله بعد ظهر اليوم في وقت ما يزال مصيره مجهولا هذا وما تزال قوات اللواء الأول حماية رئاسية بمديرية كريتر تواجه هجمات عنيفة بعد أن تقدمت قوات الانتقالي إلى نقاط متقدمة وباتت قريبة من بوابة المعاشيق وأعلن قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن لواء فضل باعش عن ضمامه لقوات الانتقالي وأعلن اعترافه بعيدروس الزبيدي كما سيطرت قوات الانتقال على لواء الدفاع الساحلي بمنطقة العريش في خور مكسر يشار إلى أن الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء والرئيس هادي ومنذ تحرير عدن من ميليشيا الحوثيين لم يتمكنوا من الدخول إلى عدن إلا بتوجيهات من الإمارات والتي تدير الوضع في المحافظة يأتي ذلك فيما الشرعية والأحزاب صامتون على ما يحدث ويشكلون غطاء سياسيا لما يجري في عدن لمتابعة مكثفة حول ما يجري في محافظة عدن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي أنيس منصور أهلا وسهلا بك معنا سيد أنيس ما الذي اجرى في عدن كي تنقلب الأوضاع رأسا على عاقب وتصبح على ما هي عليه الآن والذي حصل في عدن أن صاروخ حوثي في مؤسكر القلاء أصدق مؤسسة الدولة في عدن وقاب انقلاب جديد يعني نفس الـ أو كما يقال مكتمل الأركان اللي حصل يا أخي يعني واضح وضوح الشمس الدورة الذي ظلت تحضر له الإمارات الممارسات التي ظلت تمارسها الإمارات الاستعداد لمثل هذا اليوم من قبل الإمارات المحاولات السابقة التي يتم إثقاب فيها محاولة إثقاب الدولة والشرعية والانقلاب عليها وهي حجة مرات هذه المرة كانت القشة التي قسم الصهر البعير في ظل التحذيرات والتخوفات الذي حصل لم يكن جديدا وهو نفس مسلسل إنقلاب الحوثي هو نفس الإنسلسل لغة الزواعش لغة القاعدة لغة الفساد لغة نايب الرئيس لغة الفرق الأولى مدرع هي نفس الألفاظ نفس السينياريو بكل ما حصل لكن سيد أنيس كنت تتحدث عن تقدم لقوات الحماية الرئاسية وسيطيرتها على معسكرات الانتقالي وبأن الوضع في عدن يتجه لصالح الحكومة لكن الناس تفاجأوا بأن الوضع اختلف تماما الوضع اختلف لأنه أنا بقول لك ما الذي حصل نعم الذي حصل باختصار أن المعركة لم تكن متكافئة لأن القوة الأخرى هي قوة كبيرة مع معدد بعتاد كبير وسلاح فقيل وكمية بشرية هائلة بينما هذه القوة هي قوة اتفائية كانت تحقق في التصارات وكان في التفاف شعبي والتفاف يعني داقل لكن تغيرت المعادلة أنا أريد أن أقول نقطة واحدة فإحنا الحقيقة اللي حصلت في عدن أو المسلسل اللي حصل في عدن كشف حقيقة كنا نجالها وكنا نجالها وكنا نجالها كثير مغرومين بها على أن الورقة الأخيرة هي السعودية وأن السعودية هي التي ستتعول الحفاظ على أمن استقرار اليمن وهي التي تضع تطمينات للشرعية وتطمينات لعزلة الوزراء وللدولة وللغير أن الأمور على ما يرام يتضع على أن هناك سباد الأدوار تحاصص وعلى أن استوالة المحافظة على اليمن واستقرارها من البد الإيراني أو من بقيقة الميليشيات الذي ظلنا نتنجل عليها أو نعول عليها أن السعودية ستنقذنا أنها ليس لها أي مقام في طيب هل حصلت على معلومات سيد أنيس حول ما جرى في الكواليس سواء بين السعودية والإمارات حول وضع عدن؟ أخي طبعا لم نحصل على الكواليس أي شيء هناك بعض الكلام أن في اتصالات في كتابة في تسليم الإسلام لا لم يحصل أي اتصالات كانت مقاومة هناك شهداء من الحماية الرئاسية وهناك قتلة وهناك تضحيات وهناك تحديات حصلت لا يوجد أن البعض قال للرئيس وجب التسليم لم يحصل أي التسليم إلا لواء الرابع حماية الرئاسية بعد أن نفذت الضخيرة والمؤن وضاكت عليها من معجة اتقاط انسحبوا إلى لواء الماكن أما عملية الانسحابات التي حصلت إنها بإعاز وأنه في اتفاق لا يوجد أي اتفاق اللي حصل في فجر اليوم هو أن قوة سعودية قاعت وأخذت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأخذت أيضا الوزير صالح الجبواني والتجاوبهم إلى إذن هل هذه معلومات مؤكدة؟ لأننا تحدثنا في الخبر أنه لا توجد معلومات عن مصير نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري بعد اختحام ميليشي الانتقالي هناك رواية من ضابط الداخلية أنه تم تصفية وزير الداخلية لكنها رواية ضعيفة أحسب ما علمت أنها ربما تندرك ضمن الإشاعة وهناك رواية أخرى وهي رواية من مصدر ربما أيضا في الاستخبارات العسكرية أن حمد الميسري رقل بقوات تباع التحالف السعودي وأخذت أيضا الذي لفت الأنباء الأنبار أن القوات السعودية المتواجدة في المعاشق انسحبت ظهر اليوم والقوات السعودية الموجودة داخل مطار عدن انسحبت يعني هذا الانسحاب وهذه الحركة يؤكد أن وراء الأكمام ووراءها يعني ما فهموا منك سيد أنيس كأنك تقول بأن السعودية طعنت الحكومة والشرعية من الظهر وأنها كانت تمثل على الناس بأنها مع الحكومة الشرعية وجنودها على الأرض لكنها ما لبثت بأن غدرت بالجميع نعم أنا أقول هذا الكلام وأقول أن كثير من الإخوة ما كنا مخدوعين يعني في الشرعية في الدولة كنا مخدوعين بهذا المصطلح على أن السعودية هي التي تسلع في دور في مسألة عملية إنقاذ البلاد وربما توقيف مهاترة ومكائد ومكائد ودسائف ومخطط الإمارات لكن اتبطى العكس أن نحن الضحايا وأن الطرف الآخر هم طرف ميليشاوي يعني الآن المؤسسات الدولة التي ستنسفها هي مطرف ميليشاوي نفس ما هو في صنعه بالتالي أصبح الآن في طرف ثالث أي مفاوضات أي مشاورات أي حركة نعم سيد أنيس يعني في الوقت الذي كان فيه هاني بن بوريك يتجول من على المندرع الإماراتية وهو يزور الجرحى ويتفقد الجبهات لم يسمع أحد صوت للرئيس عبد الرب منصور هاتي تخيل في هذا الموقف الصعب والأوضاع التي تعيشها من دين العدن ولم يخرج للعلن ويتحدث إلى ذلك رئيس الحكومة الحكومة أيضا أعضاء الحكومة الأحزاب السياسية الشخصيات لم نسمع صوتا لأحد ما الذي يفسر هذا الصمت؟ هذا الصمت هو نفس الصمت الذي حصل في صنعه ودفعنا فيه السمن ودفعت السعودية فيه السمن ودفعت السمن في السمن وأنا قلنا نكرر هذا الصوت أيضا الذي حصل الآن فيدفع كلهم السمن الوزراء والمسؤولين والقيادة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونائب الرئيس وكل أجهزة الدولة سندفع السمن أضعافا مباعفا الميليشيات الإيرانية هي اللي نفسها مرضودة وهي نفس التجريب ونفس العقلية ونفس السكر ونفس القطاب ونفس الطرح لكن سيد أنيس قد يقول البعض يعني قد يقول البعض لو تحدثنا عن الشخصيات الحكومية أو السياسية أو ما إلى ذلك من ينتظرون الوقوف في القارب الذي سينجو من الأحداث في عدن قد نتفهم ذلك الشيء لكن ماذا بالنسبة للرئيس عبد الربو منصور هادي كان البعض يتوقع أن يخرج للعلن ويلقي بكلمة يحشد فيها معنويات الجنود على الأرض وأبناء الشعب لكنه تغيب تماما ولم يظهر الموضوع ليس الرئيس أنا أنا ضد جلد الرئيس وضد موضوع مهاجمة الرئيس وندعو كل الأشامسين أو الذين يمارسون التحريض ضد الرئيس أن يتوقفوا الرئيس تعرض للطعانة كما قلت لك الرئيس تعرض للتخدير الرئيس كلما أراد أن يسجل موقف هناك من يأتي ويضعف موقفه بسياسة الاحتواء والتخدير الرئيس الآن تعبان ومريض وهذا المرض هي من مضاعفات ما يحصل له الرئيس كثير من الكرارات كانت جاهزة في اللحظات الأخيرة يأتي ضابط في الاستخبارات السعودية فيغير المعادلة ويغير كل شيء هذا باختصار خلونا نكون واضحين الموضوع موضوع مستقبل أنا أتحدث الآن وأنا في حالة واضحة أتحدث فيها بصراحة أقول لك اللي حاصل أن لا نهاجم الرئيس الذي حاصل أن هناك الرئيس تعرض للطعانة متعددة ويحاول على انقلاب وفي كل محاولة يتم عملية التخطير لكن قد يقول البعض بأنه يتحمل المسؤولية إن كان على نيته في النهاية وهو رئيس الجمهورية ويتعامل بالنيات ويودي بالدولة إلى الجحيم وهو لا يعدد لكن هناك تطورات أيضا شاهدناها خلال الساعات الأخيرة وهي إعلان قائد قوات الأمن الخاصة بقليم عددًا لواء فضل باعش انضمامه لقوات الانتقالي وأعلن اعترافه أيضا بعيد روس الزبيدي هل سنشهد خلال الساعة القادمة أحداث مماثلة اعترافات مماثلة لقيادات في الجيش للانضمام إلى عيد روس الزبيدي أعتقد يا أخي أنا لا أستطيع أن ألبيأك بما حصل وبما سيحصل البعض ربما استخدمها توقيا والبعض ربما استخدمها قناعة والبعض ربما استخدمها سياسة في ظل ليس لديهم قوة والبعض لديهم مصالح لا يريد أن يموت ولا يريد أن يضحي ولا يعرف الذي حاصل مسألة المواقف والانهزامية التي حصلت من قبل قوات الجيش هي نفسها نفس المسلسلة الذي حصل في صنعاء وكانت هناك انضمام وبالتالي الحنثين يتكل بكل من ينضم معاه وتحالف معاه وهؤلاء سينفكلوا بكل من هو من أبيان أو من شبوة لأن القوة الموجودة حاليا هي قوة مناطقية من ثلاث مناطق القوة التي تقاتل هي قوة مناطقية ميليشيوية ليس لها بعد وطني لا حتى على مستوى الجنوب حتى على مستوى الجنوب الآن هم غير راضين عن أبيان وغير راضين وغير قابلين بحضر موت تكون شريكا نذهب بسؤال سريع إلى الوضع العسكري وبعدها نعود إلى الوضع السياسي سقطت اللواء الثالث حماية رئاسية اللواء الرابع حماية رئاسية أيضا معسكر بدر وليواء الثالثة من دراع وزارة الدفاع وما إلى ذلك الآن بقي قوات اللواء الأول حماية رئاسية بمدينة بمدينة كريتر هل تتوقع أن تصمد قوات هذا اللواء قبل اكتحام ميليشيوية الانتقالي لقص المعاشيق طبعا أنا أقول لك لا تستطيع أن تصمد لكن ربما يكون هناك قرارا ورسالة واتصال وضغط للتوقف والعودة من حيث أتو بالتالي ستحول يعني البحث عن ميزان معادلة أخرى حسب العليف لكن لم يبقى شيء في المعاشيق حتى يتم الدخول فيه ولم يبقى حتى القوات السعودية اللي موجودة في المعاشيق كان انتحبت أصلا ظهر اليوم فموضوع تقوط المعاشيق والمعكرات والألوية موضوع خلاف أصبح محسوم ومسلم به سنفا يعني وتمنى أنه يتم التسليم أفضل من الدخول في مواجهة وحقنا للدماء ويعني يفضع الثمن من حرض ومن دفع ومن دارس الشمات ومن عمل على تبادل المصالح والسعب اليمنى الآن كيف سيكون موقف الحكومة الشرعية بعد أن تعرضت لهذا الموقف وطعنات كما توصفها مع التحالف العربي هل ستستمر معه أجين يعني أجين أجين الآن كيف سيكون موقف الحكومة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات في صعيد الأيام القادمة طبعا أخي الآن الموقف أنه كثير من الذين تخاذلوا وصمتوا ولم يسجلوا أي موقف لن يكون لهم أي مقام أو مقال أو يعني مكانة في الأيام القادمة لو كان سجلوا موقف حتى وإن تعرضوا لأي عقوبة أو أي أمر من الدولة أو من الشرعية سيكون لهم قيمة ووزن لدى الشعب ولدى الجمهور لكن الصمت الذي حصل هو صمتا قتل الشعب وقتل الجميع ولم يخرج يعني سوا وزيرين وزير الداخلية ووزير النقل هؤلاء الآن حتى وإن اتخذ ليس حقا ما أتخذ أصبحوا في نظر الشعب هم البطولة وهم القوة وهم الذين لعبوا دورا كبيرا جدا في تعزيز دولة الدولة إذن أشكرك جزيلا نعم أشكرك جزيلا شكرا المحلل السياسي أنيس مصور شكرا